أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية جاء ذلك خلال استقباله من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال وشدد مدبولي على أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن من جانبه أشاد الرئيس الصومالي بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال عنده نيله الاستقلال مؤكدا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كافة المجالات التنموية